اشتركوا في القناة من اهم الدروس اللي بتنزل في الامتحان يا شباب مسائل او اعداد الكام بتعتمد هذه الفكرة على ان الطالب يكون عنده معرفة باكسيديشن نامبرز لليمانتس معينة او لعناصر معينة من خلالها يعرف يحل الاكسيديشن نامبرز للعناصر التانية لان في عناصر سبتة في الاكسيديشن نامبرز وفي عناصر بتكون متغيرة العناصر السبتة اللي هي اعداد تأكسد سبتة هي اللي بحل بيها الاكسيديشن نامبرز دي الاعداد المتغيرة وعشان كده هنبدأ بالاعداد السبتة ونتعرف مع بعض ايه هي العناصر اللي هي اكسيديشن نامبرز سبتة طبعا عندنا في ناس في جروب وان اي جروب وان اي اللي هو الجروب الاول جروب اللي هو البوزيتف وان عندنا مين هيكون عندنا السوديم اللي هو ان اي بوزيتف وعندنا البوتاسيام وطبعا جاب ليهم هما الاتنين اللي هو اللي سيام التالتة دول في بيكونوا بالنسبة للجروب اللي هو التاني جروب عندنا هيكون المجنيزيام عندنا الكالسيام هيكون عندنا الباريام اللي هو بالنسبة للجروب التالت ما عنديش غير الامنت واحد اللي هو هيكون الالمونيوم لالامونيوم هو الامنتي هما دول اللي بالنسبة للي بيكون ليهم يعني هما دول اللي كانوا بيعملوا وانا عارف فكرة وعارف ازاي ان بيفقد الكترونات هو اللي بياخد اما اللي بيعمل اكتساب الالكترونات او بيعمل جين الالكترونز دول اللي هما بيكونوا في برضو شوية بتكون سابتة في الفكرة دي شوية عناصر اللي هما هيكونوا معايا عندي اللي هو هناخد وطبعا دول طبع جروب اللي هو فلورين والس ال اللي هو كولورين والبي ار اللي هو برومين والاي اللي هما ايه اللي هو ايودين هو الحاجية ان الاف هو اللي ليه حالة سابتة لكن دول التلاتة اللي تحتيه الس ال والبي ار والاي دولة غالبا ما يكونوا يعني ممكن يسألني عنهم فانا لو هحل بيهم في المسائل هستخدم انه هما ايه يكونوا لو هحل بيهم غيرهم يعني مسلا عطاني س ال وعطاني ايه لما انت تاني هعتبر الس ال بنيجاتيف وان لكن لو سألني عن الس ال هعتبر نفسي مش عارف ان هو نيجاتيف وان وممكن يطلع مثلا بوزيتف سيبن ممكن يطلع بوزيتف سيكس يعني ممكن يتغير يا مصدر اكسيديشن نمبر بتاع الس ال والبي ار والاي ايوه ممكن يتغير لانه غالبا ما بيكون نيجاتيف وان لكن ممكن يتغير الس ال والبي ار والاي بحسب هو لو سألني عنهم هيطلع ممكن ليهم اكسيديشن نمبر مختلف. لكن الاف سابت دائما بيكون دائما وعندي هنا السبعة دول. يبني كده باختصار الحداشر دول الحداشر عنصر دول هما اللي اقدر احل بيهم باجي العناصر. بس كده مستر لأ ده في عندي الاكسجين اللي احنا سمينا به الفكرة. انت مش عمل تقول الاكسديشن نمبر مش تلاحظ ان الاكسديشن نمبر دي ليه علاقة بكمة اكسجين. وكأن الاصل او الاب الروحي للفكرة دي هو الاكسجين. في الاكسجين ليه اربع حالات. انا عندي كده هتكلم عن مين دروقتي عن الاكسجين. الاكسجين ليه فورستيت اللي هما ايه حالات تأكسد بتاعوته. الاكسجين ممكن اعاجي الاكسجين نيجاتيف تو. هلاجي كام نيجاتيف تو. وديه الحالة الاشهر اللي هسمي فيها نورمال اكسجين. يبقى دي الحالة دي هنمبر عليها ايه? نورمال. يبقى نورمال اكسايد. نورمال اكسايد يعني هو هنا في الحالة دي بيكون الاكسجين. بيكون الاكسجين هنا ايه? في حالة الطبيعية او الحالة العادية. الحالة التانية ان الاكسجين بيطلع نيجاتيف ون. نيجاتيف ون ده لما يسموه بيروكسايد. اذا في الحالة التانية يكون ايه? اسموه بيروكسايد. اللي هو بالعربي يسموها فوق اكسجين او اللي هو ايه? الاكسيد. اللي هو الفوق. فوق اكسيد. فوق اكسيد. الحالة التالتة اللي هي نيجاتيف نصف. وده بيسموه سوبر اكسايد. بالعربي برض بيسموه سوبر اكسيد. الحالة الاخيرة بيكون الاكسجين بوزيتيف تو. يا الاكسجين بوزيتيف تو ايوة. بس دي في حالة خاصة بيكون فيها مع حد معين اللي هو الاف. يعني وز فولورين الاكسجين بيكون بوزيتيف تو. مش مع حد تاني خارص. مع الاف وبس. يبقى الاكسجين بيكون بوزيتيف تو مع الفولورين وبس. طب يا مصدر انا لما حل هاعتبر الاكسجين ايه? بجالولنا ان احنا واحنا بنحل هنعتبر الاكسجين يعني نورمل اكسايد يعني نعتبر الاكسجين في الحال هدية اكسجين عادي. انا بحلي بالمسائل. انا بحلي بيغيره. باعتبر الاكسجين لكن لو انا بيسألني عن الاكسجين ايبقى هيعتبره زي ما يطلع. ممكن يطلع الاكسجين وانا بحل يطلع ممكن يطلع نيجتيف تو ممكن يطلع بس لو هو ما عندهش غير الفولورين يعني هتبقى معروفة. يعني انت لو شفت الاو مع الاف. لو جيت الاو مع الاف زي كده. اكيد الاو هنا بيكون بوزيتيف تو. تمام? وزي ما هنعرف دلوقتي ازاي هيطلع بس ايه? نكمل الهايدروجين بعد كده نرجع له. الهايدروجين لي حالتين. الهايدروجين ممكن يطلع. ممكن يكون نيجتيف وان. الاكسجين زي ما انتم شايفين كان لي اربع حالات. لكن الهايدروجين لي حالتين بس. الهايدروجين ممكن يكون بيكون لكن الهايدرون بيكون يعني ايه الكلام ده? يعني الهايدرون مع اللافلز بيكون موجب واحد. الهايدرون بيكون مع اللافلز بيكون موجب واحد. والهايدرون بيكون مع الفلز بيكون ايه سالب واحد. ممكن تعرفها كده بطريقة سهلة وبسيطة. لو كان الاتش نحية اليمين هيبقى ايه نيجاتيف وان. الاتش كده لو نحية اليمين هيكون نيجاتيف وان. يعني بيسموه في الحالات دي هيسموه هيدرايد يعني مثلا سوديوم هيدرايد بوتاسيوم هيدرايد بيكون ناحية ايه اليمين. لكن في ناحية الشمال هيكون مع النون متل مع اللافلز زي كده مثلا اتش سيل اتش بيسم بي ار. لكن نخلي بان في حالة بيكون فيها الهايدرون ناحية اليمين. ولكنه بيكون بوزيتيف. ازاي زي الحالة دي. اللي هي ان اتش سري. اللي هي ايه كومباوند الامونيا. ايجا مع النيتروجين الاتش بيينزل ناحية اليمين. في حين ان النيتروجين نون متل. وعشان هو نون متل الهايدروجين هيكون ايه بوزيتيف. يبدو الهايدروجين هيكون بوزيتيف. يعني كأنها ايه يعني. كأن العلماء خلوها حالة استثنائية. حطوا الاتش ناحية اليمين. ما عنده المفترض يكون ناحية الشمال. طيب حطوا تقول لي راحة اليمين جالك علشان. لو حط ناحية الشمال الناس هتظن فيه ان هو اسد. المركب يعني. كومباوند ده هتظن الناس ان هو حمض. وعليشان احنا مش عائزن نفهم ان هو حمض. وعائزن نفهم ان ده بيز فحطنا ناحية اليمين. علشان محدش يتلغبط بين فكرة الاسد. وبين البيز بين فكرة الحمض وبين فكرة القاعدة. لكن مع اعتبار ان الهايدروجين في الحالتين هو مع نون متل. لان السي ال والبي ار والان دولا نون متل. يعني السي ال والبي ار والان الحدي كلها هنون متل. ايوه نون متل. وبالتالي الاتش هيكون معاهم بوزيتيف. سواء انت حطته يمين او حطته شمال يعني باختصار الحالة دي حالة وحيدة حالة شاذة ان يكون الـ H ناحية اليمين ونعتبره positive لكن الغلابية العظمى ان الـ H هيكون بعماجي العناصر اللافلزية هيكون ناحية ايه؟ هيكون ناحية الشمال فيكون positive لانه اللي معاهم الهدجون هيكون معاهم وهما نانميتل وهنا برضو الـ H لا فيلز وبالتالي الـ H هيكون positive لكن ايه اللي جابك هنا يا هايدرجن وبيجيت ليه ناحية اليمين؟ يقول لي والله بيجيت ناحية اليمين علشان الناس متتلقبطش بين فكرة الحمضة وبين فكرة القاعدة لان لو انا تحطيت ناحية الشمال زي دول كان الناس ممكن يظنوني ان انا ايه؟ ان انا حمض الفكرة دي على المهم متتجغلش نفسك بها كتير بس تفتكر ان الامونيا الـ H معاها بيكون positive عشان دية بيلعبك بها في الامتحان كتير ان الهيدرجن هيكون مع الـ N positive مش negative نرجع لحالات التأكسو بتاعة الـ oxygen عندي كم حالة؟ عندي اربع حالات الاربع حالات دول لو انت هتحل مسائل هتحل بالـ negative 2 يعني انت لو هتحل حد غير الـ oxygen هتحله ان هو negative 2 زي ايه مثلا؟ سألك يعني تعال نشوف كده مع بعض لو سألني مثلا عن الـ MN هنا اللي هو ايه؟ وقت وقت يعني ما هو عدد التأكسو للمنجنيز ساعتها هاعتبر الـ oxygen هنا قيمته بـ negative 2 طيب مش ملاحظ ان الـ compound ده معلوش اي charge ايوة معلوش اي charge في الحالة دي هنا هاعتبره ايه؟ هاعتبره equal zero يبقى دي ملاحظة مهمة وانا بحل وانا بحل اي compound مش هتلاجع عليه شحنات لا هنا في شحنة ولا هنا في شحنة مفيش اي شحنة اصلا فبالتالي compound كله كده على بعضه بعتبره equal zero وابدأ احل ليه equal zero؟ علشان كمية الـ positive اللي فيه equal كمية الـ negative اللي فيه يعني كمية الموجب اللي فيه بتساوي كمية السالب اللي فيه فده هيساوي ايه؟ هيساوي zero كـ compound كامل لكن انا عاوز احل عاوز احسب الوشدشة النبر للمين للـ MN فهاعوض عن الـ op cam هل هيعوض عنها بانها ولا هعوض عنها انها ايه؟ اه بـ negative one ولا هعوض عنها انها ولا هعوض عنها بانها لا هعوض عنها بانها ازاي؟ اه يعني هكتب كده انا عندي الاول واحدة يبقى ايه? وهما كام او اتنين يبقى يبقى عوضة عن الاول واحدة وهما كام او اتنين. كده بيجي ايه? عندي الناس معي طبعا. دول هيطلعوا ايه? بعد كده الام هيطلع بكام كده هبقى ادي الناحية التانية يبقى كده الام ان اقوال كده انا بس ادربت مثال بسيطة على ايه? على ان الاكسجين لما جاء احلي بيه ايه تانية او عنصر تاني غير العناصر اللي هم الحداشر دول او اي ايه غيره لو حد يجلي احسب لي بتاع ايه تاني باعتبر الاكسجين لكن لو انا عاوز احسب الاكسجين لهو ممكن يكون ايه? ممكن يطلع ممكن يطلع حسم ما يكون يعني. تعالي نشوف كده الاكسجين ممكن يتغير ايوه ممكن يتغير يطلع بايه? ده اكتر من فكرة. ازاي? يعني مسلا اعطاني كنباوند. يعني زي كده. كي تو او. كي تو او ده مركب. فيه بوتاسيوم وفيه اكسجين. اول عاوز يعرف مسلا الاكسجين. على اعتبر ان البوتاسيوم اصلا من محفوظاتي من الناس اللي نعرفهم. طيب البوتاسيوم لو تفتكروا كان. البوتاسيوم واحنا حلب نواقضيينه كان بووتاتيوم من ضمن الاليمنت اللي كانت ايه بووتاتيوم. هذه البوتاسيوم من العناصر اللي كانت ايه? طب انا عاوز احسب مين دلوقتي? عاوز احسب مسلا اللي هو ايه? ها? كي تو او. يعني عاوز تحسب نمبر مين للاكسجن نفسه. يو بسألني كده مسلا ايه? ها. كالكيولة. زال نمبر اوكسجن. عاوز يعرف اوكسجن في المركب ده. احسب عدد تأكسد في هذا مركب. هعملها ازاي? اوه المركب كله هسوي بالسفر. ليه? ما عنديش اي تشارج عليه. تمام. طيب انا عندي الكيل واحدة بكام? الكيل واحدة ببوزيتف ون. يبقى هما دولة تو. طايم از ون. كيل متل الكيل. اتنين الكيل اهم. والكي الواحدة ببوزيتف ون. بين كل المنت ولمنت بحط بلس. طيب كده عندي تو بلس او اكوال زيرو. يبقى الاول واحدة بكام كده الاول واحدة تراد بنيجاتيب تو. اه يبقى كده الاكسجن بيطلع بنيجاتيب تو. يبقى كده الاكسجن بيعتبر ايه? في الحالة دية بيعتبر نورمال ستيت. الحالة الطبيعية. اللي هي لما يطلع الاو بنيجاتيب تو يبقى نعتبره نورمال اكسايد. طيب ازاي بيطلع بير اكسايد في حالة تانية? لما يكون مسلا زي الكمباوند ده. لو عندي وسلا كي او. كي او بس. البوتاسم لسة احنا جايليين ان هو من ضمن الايه اللي هي بوزيتف ون. طيب. الكمباوند ده فيه عليها لا معلوش اي شحنات. يبقى هسويه بكام? هسويه بالسفر. طيب سويته بالزيرو ها خلاص. يبقى كده عندي ايه? بوزيتف ون بلس اا او اكوال زيرو. انا عاوز احسب الاكسجن نمبر الاو يعني. تمام. هطلع ده الناحية التانية يبقى كده الاو اكوال كام نيجاتيب ون. يجب الحالة هنسميه ايه كده الاو? هنسميه بيروكسايد. يعني ايه? اكسيد فوج الاكسيد يعني. فوج الاكسيد. طيب الحالة التالتة لو انه يطلع سوبر اكسايد ازاي مصدر? هتلاقيها كده ها. زي كي او طو. طيب كي او طو. في الحالة دي هيكون بنيجاتيب هاف. ازاي? بسلب نص. هتسويه بالسفر بالاول ها? سويته بالسفر. طيب وبعدين عود عن الكي ببوزيتف ون لان المحفوظات اللي عندي ببوزيتف ون. طيب عودت عنها بوزيتف ون. طيب عندي كم او? اتنين او يا مصدر. يبقى ها. او او. يجب اللحظ الرقم اللي تحت الاو هحطه جدامه عشان ايه? هشوف هم عددهم كم يعني بحسب عددهم بحط الرقم من جدام. بك كده هم ايه? زي اتنين او يساوي سفر. طيب كويس. يلا. يبقى كده تو او. هوادي البوزيتف ون ده الناحية التانية. هيروح بايه? بنيجاتف ون. يبقى كده الاول واحدة. بكام? بنيجاتف هاف. لان تو او ايكوان نيجاتف ون. يبقى الاول واحدة بنيجاتف هاف. ودي الحالة اللي بنسميها ايه? الاو. انه هو السوبر اوكسيد. يعني ايه? اللي هو الاوكسيد اللي هو الفوج ولا السوبر? لا ده اوكسيد سوبر. يبقى كده عندي تلات حالات. الاوكسجين بيكون فيها نيجاتف. لما يكون الاوكسجين بجداء اسمه نورمال استيت او اللي هو الحالة العادية. لما يكون نيجاتف ون بيكون فوج اوكسيد. دي اربع حالات ولا تلات حالات كده بس? لا دي تلات حالات. بس فين الحالة الرابعة? الحالة الرابعة دي حالة سابتة. اللي هي حالة انه يكون مع الف. يعني الاو. لازم الاو هنا يطلع بالبوزيتيف. لان الاف ده اه في النيجاتف او في الاوليكترو نيجاتف في السالبية الكهربائية. فهو اللي بياخد القيمة السالبة والاوكسجين بيتواضع وياخد القيمة الموجبة. فكده لو انا المركبة برضو هسويه بالسفل لان اي بنسويه بالسفل لانه معوش اي تشارج. طيب معوش اي شحنة يعني. ابقى كده عندي ايه? اللاحز ان الاو بلاس اف تو اكوال زيرو. يبقى عندي كده هنحلها ازاي يا مصدر? يبقى عندي الاو زائد ان طبعا عاوز احسب النمبر الاو. يعني الاف بالنسبة لي من محفوظاتي. طب الاف اصلا بكم? الاف ايه؟. يبقى لما عوض عنه عوض عنه كام? ده. طب هم كام اتنين يبقى. يبقى نيجاتف انا. يبقى قيمة الاف بتاعت الاف وادي ايه؟ Renaissance اقوال زيرو. بقى كده ايه? او نيجاتف ا accused ا مال زيرو. هطلع على نيتاف تو ناحية التانية ابقى الاو كده ايه؟ ايه؟ ودي حالة ايه? حالة ايه؟ مع الـ F بس هيكون بـ positive 2 دي حالة الأكسجين اللي ممكن تنزلي لكن هنبه تاني يا شباب أنا لما بحل بحل العناصر التانية بالأكسجين العادي فقط لما جاء أحل العناصر اللي هي اللي بيسألني عنها مثلا منجنيز آيرن اللي هو الحديد كبر اللي هو النحاس زينك اللي هو الخرصين أي مادة تانية عاوز أحسب الأكسجين النمبر بتاعها وقال لي استخدم الأكسجين أو حطي لي الأكسجين فيه لازم هعتبر الأكسجين في الحالات دي بنيجاتيف تو يعني ما بحلش بالأكسجين غير وهو عادي لكن لو سألني عنه فممكن يطلع هو أو يطلع نيجاتيف وان تعالي نشوف كده لو سألني عن عناصر تانية واستخدم فيها زي مسلا إيه الف إي اللي هو الأكسجين هنا سري هسألو إيه بالزيرو ليه؟ زي ما اتفاجنا يا شباب إن أي كومبا ويند إكوال زيرو زي برضو عاوز أتفل معكم اتفاج عشان دي برضو من القواعد أي عنصر لوحده معوش تشارجي دي برضو إيه ده؟ إيه ده؟ ده ده هنا السودية ما أنت كنت تبقى تعتبره لي بوزتوف وان إزاي هنا اعتبرته بزيرو؟ أقول لك ده علشان معوش تشارج الإليمنت الوحده يا شباب إيه إليمنت إيكوال زيرو لكن الآيونز الآيونز ولا بيكون بوزتوف وان يبدأ الحالات دي حالات آيونز يعني وهو متركب مع حد هيكون بوزتوف وان لكن هو لوحده بيكون إيكوال زيرو زي برضو بوتاسيان لو لوحده ها يبدأ إيكوال زيرو زي برضو الليسيان لو لوحده إيكوال زيرو يا بشا الأكسجين اها لوحده حتى لو تحتيته إيكوال زيرو ما هو هنا مرتبط بنفسه مش مرتبط بحد تاني حتى لو تحتيه أسريها يعني الحالات دي كلها أي عنصر يا شباب أو يساوي سفر لأنه هو ما عملش أي لوز أو عمل أي جين لهو عطى إلكترونيات ولا هو أخذ إلكترونيات هو رجع عيش في حاله يبدأ هيكون كام يساوي إيه زيرو لأنه هم عناصر مفردة برضو نفس الفكرة في حالة الكمباوند هتلاقي عندك تركيبة تبص عليها من فوق معلقاش أي تشارج يبقى ده مركب طيب ما هو مركب هساوي بسفر طيب هساوي المركب كله بسفر وابدأ أحل أنا أحل مين دراكتي عاوز أحسب يعني إيه احسب عدد التأكسد أحسب إيه عدد التأكسد للإف فيي عاوز أحسب عدد التأكسد لمين للإف فيي أحسبها إزاي هقول والله أنا عندي هنا كام دولة تو إف فيي كتبتها كده أو كتبتها كده مش مشكلة المهم إنها خلاص طيب الواحدة في حالة النورمال أنا قلت هنحل بحالة النورمال بس مش هحل بالقوب إنها ولا لا هنحل بإيه إن هو إيه بإنه نيجاتيف تو يبقى الأكسدن هي نورمال يبقى هقول إيه سري طايمز نيجاتيف تو وهنا قد التو إف لسه جاعدين زي ما هم يبقى تو إف في إي بلاس سري طايمز نيجاتيف تو حدينا كويس يبقى كده عندي إيه دول هم نيجاتيف سيكس إيكوال زيرو هتودي الستة النحية التانية يبقى عندك إيه بيساوي موجة بستة يبقى كده الواحدة يا مستر يبقى الواحدة هتساوي موجة بتلاتة يبقى هنا لما جيت حلات حلات بإيه حلات بالأكسجين في الحالة العادية زي ما هم نشوف ما كده بنحل بإكسجين في الحالة إيه الطبيعية ما بحلش بأي حالة نشوف مثال تام على عشان نفهم أكتر تعالى نشوف يا شفاب مسلا لما حل برضو بالأكسجين وهعوض عنه بنيجاتيف تو لأنه هو بنعوض عنه في حالة النورمال لو هم مسلا أحسب عدد التأكسج لأحسب عدد التأكسج لعنصر في مركب وعطاني مركب مركب اللي هو إيه البرمنجانات أنا هنا لما أجي أساوي هساوي مركب ده كله إيه بالسفر لأنه برضو معلوش أي شحنة طب أنا عندي هنا اتنين عناصر لأنا عارفهم عارف الكي وعارف الاو عشان كده هعوض عنهم الكي هعوض عنهم بوزيتف وانا لأن الكي في حالة التركيب بيكون كام الكي بيكون بوزيتف وان والم ان والاو هعوض عنه ايه بنيجاتيف تو لأنه حالة النورمال حالة العادية ما بحلش عارف بالنورمال بس أنا يبقى أنا كده عاوز أحسب الـ طيب يجي بلس ام ان بلس فور او اكوال زيرو الزيرو كده بتو كده أو كده مش مشكلة عوض عن الاو يلا يبقى بوزيتف وان بلس ام ان بلس فور نيجاتيف تو شفتها عوض عن الاو كام بنيجاتيف تو اهه اكوال ايه اكوال زيرو طيب يبقى كده ايه عندي على محلك خالص اه بوزيتف وان بلس ام ان ها نيجاتيف ايه 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 كوال زيرو عشان الشباب اللي هما بيها لطف الرياضة والمس اهه مع بعض يجي كده موجب واحد وهنا م ان وهنا سالب تمانية يساوي ايه الصفر خلص الواحد والسالب تمانية مع بعض جبل ما ترحله من نحية التانية يعني هيبقى كده عندي ايه الام ان سالب سابعة يساوي ايه الزيرو خلصت ادي مع ده بنوجي ayuda في سيبن ودي سيبن نحية التانية يبقى كده الام ان بيسوي كام موجب سبع. كده نعاوز المعاكل ازاي نحل. يا مصدر لو لجيت انا جروب زي ده. عليها نيجاتف وان? هعمل ايه في الحل? وانت بتحل يا باشا بيجيها تحط او اتش اقوال نيجاتف وان. لو لجيت يا مصدر جروب مسلا. المجموعات. المجموعات بيبقى عليها شحنات. بيبيع عليها تشارج. في الحل دي بيعمل اه? بساوي المجموعات كلها بالنيجاتف اللي عليها. لكن هنا في المركبات مكانش عليها شحنات. مكانش عليها تشارج. هنا في المركبات مكانش عليها تشارج. مركب كله معلوجش اي شحنا. فقدت بساوي بالسفر. لكن هنا السي اسري ده نيجاتف understand is is kinsha2. هل هان الخاص بالله؟ لا. دي خاصة بالمجموعة كلها. عشان كده انا لما جي اساوي المجموع ده كلها ساويها بسالب اتنين. هكتب كده. وابدأ احل عادي. مثال تاني يا مستر. يعني مسلا لو لجيت. وعليها هحل ازاي? هعتبر ان الجروب ده كله فلما اجي هكتب كده. وابدأ احل عادي. طيب يا مستر لو جيت مسلا جروب زي ده. هعمل ايه? هساوي الجروب. هقول كده. وابدأ احل. كده ابجانها باختصار عندي في عناصر لازم يكون عندي موجودين في الكتاب لو انا من نظام هكتبهم عندي هكتب عندي اللي هما دول اللي هما السبعة دول وهكتب النجاتيف دول اللي هما الاربعة. واكتب حالة الاوكسجن معايا في الكتاب. وهكتب حالة الهيدرجن اللي هما الاربعة دول. واي element بيكون equal zero زي ما اتفاجنا يا شباب. واي element بيكون igual zero واي compound يسيوي بالصفر. واي compound يسيوي بالصفر. واي group i will do it هسيويه بالنجاتيف الشارج اللي عليه. يعني لو كان الهي بي critic投 is on. لو كان inegative 1 هسيويه بالنجاتيف 1 لو كان مثلا three صحي اللي هنا. زي بحالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم على حسن الاستماع وان شاء الله سنكمل اكسود الاختزال في فيديو قادم اشتركوا في القناة